السلام عليكم هنبتدي مع بعض الجزء الثاني من المادة بتاعتنا اللي بتدرسه ليكم دكتور عمير فرحات اللي هو جزء الإطار التطبيقي لمادة السياسات المالية ابتدينا بوظائف السياسة المالية وهي ليها تلت وظائف ووظيفة التخصيص ووظيفة التوزيع ووظيفة الاستقرار تناولنا تطور السياسة المالية في مصر وتقسمت لثلاث فترات السياسة المالية في مصر في فترة الثمانينات والسياسة المالية في مصر في فترة التسعينات والسياسة المالية في مصر في فترة الألفنات وفي كل فترة كنا بنشوف مدى تحقيق السياسة المالية للوظيفة الثلاثة بتوحها اللي احنا اتكلمنا عنهم في بداية دراسة السياسة المالية وبعدين تناول الجزء التطبيقي غير سياسات المالية في مصر تجارب دولية ناجحة في استخدام السياسات المالية زي تجربة اليابان وتجربة ماليزيا وتجربة سنغافورة في تطبيق السياسة المالية وأدوتها دي كانت النقاط الأساسية في الجزء الثاني أو في الإطار التطبيقي لجزء الدكتورة عبير فرحات في المدى شكرا